أريد أن أشرح مسألة في كتب الاستراتيجية الأمريكية كتب التي تعلنها في الكليات القيادية العالمية بالكتب الأمريكية هناك تحديد مسألة مهمة يجب عندما تكون لديك عملية عسكرية على منطقة أو مكان ما في هذا العالم عليك تحديد مركز التقل في تلك الدولة أو في تلك المنطقة أو لتلك المنظمة يعني بحسب ما حصل في العراق قد حددت مركز التقل الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحقبة أن صدام حسين هو من كان مركز التقل وعند ضربه يعني يكون قد حقق نصرا باستسلام كافة المنظومة الخاصة به هذا الموضوع يعني إذا أراد نتنياهو اليوم إسقاط هذه التجربة على تجربات الأحزاب العقائدية والحركات الثورية وهذا لن يكون صحيحا بهذه الطريقة يعني المسألة عندما يكون هناك دول توليترية أو ديكتاتورية ممكن أن يكون رأس الهرم هو من يسقط النظام صحيح أما عندما تكون الحركة ثورية أو عقائدية ليس رأس الهرم هو من يكون مركز التقل في تلك الدولة أو في تلك المنظمة إنما ما يكون مركز التقل هو العقيدة والقضية الفكرة والفكرة لا يمكن القضاء عليها بهذه الطريقة هناك اختلاف في وجهات النظر بتقييم موقف داخل الجيش الإسرائيلي هناك من يعمل على ضرب الفكرة عبر كي الوعي ولكن التعنت القيادة الإسرائيلية السياسية كابن يمين نتنياهو واليمين المتطرف الذي معه يعني ذهب باتجاه اغتيال القيادات ربما هذه القيادات تحدث صدمة لاستسلام الآخرين يعني لاستسلام الحركات الثورية ما حصل في لبنان نعم هناك يعني رمزية سمحت سيد حسن باستشهاده أحدثت نوع من الإحباط إلى حد ما في الشارع اللبناني يعني كذلك ممكن أن تحدث إحباط ولكن هذا الإحباط سيولد داخل الحركات الثورية العقائدية سيولد ثورة داخل كل مقاتل أو فرد في هذه المنظومات أعتقد أن الفشل الذي حصل اليوم في ضرب القيادات العسكرية للقيادات السياسية والرمزية للحركات المقاومة إن كان في حماس أو في لبنان هي فشل ذريع لأن هذا لن يحقق أي إنجاز على مستوى الاستراتيجي من ناحية تحقيق الأهداف التي وضعها منذ البدايات بحربه إن كان مع حماس أو إن كان في جنوب لبنان بالإضافة إلى تعقيد الموقف أكثر وأصبح اليوم في دائرة المكان الأخطر يعني على حفة الخطورة في مواقفه باتجاه هل قادر على التراجع أو هل قادر على الإقبال